موسيقى مرحبا مشاهدين الكرام عدنا مجددا مع فقرة متميزة ايضا بعنوان فقرة المهن تعد مهنة الدفاع المدني من اهم المهن التي تسهم في بناء الوطن وتحمي امنه و امنه و ازدهاره وتعتبر مهنة الاطفاء من اخطر المهن التي يقوم بها رجال الدفاع المدني نظرا لما يتعرض له من مخاطر في موقع الحادث لكي نتعرف مشاهدين الكرام اكثر عن اسرار مهنة الدفاع المدني و كل ما يتعلق بها من تفاصيل معانا اليوم في الاستوديو الملازم اول نايع راشد الاغفلي من ادارة الدفاع المدني صباح الخير اخي نايع الله بارك فيه ان شاء الله لبداية اشكركم اشكر مأسسة الشارجة للإعلام على تحت الفرصة لنا انه في براز دور الدفاع المدني للجمهور و القيام والرجال اللي يقوموا بها رجال الدفاع المدني نعم لمهامهم يعني اللي يقوموا بها يعني في البداية اخي نايع يعني لو تكلمنا مفهوم الدفاع المدني مفهوم الدفاع المدني هو حماية الارواح و الممتلكات اثناء الحوادث والكوارث الطبيعية والازمات نعم جميل يعني ما شاء الله دور كبير تقوموا بها الحقيقة يعني في الحفاظ على الارواح و على المنشآت و غيرها لكن خلنا نوضح اكثر للمشاهد اليوم الدفاع المدني شو هي مهام الدفاع المدني؟ مهام الدفاع المدني هي أول شيء هي الأطفاء و من مهام بعد الإنقاذ والإيواء و تطبيق اشتراطات الغاية والسلام نعم طيب أخي نايع الحين ما شاء الله الحمد يعني احنا نسمع عن التكنولوجيا اللي موجودة من خلال يعني التطور التكنولوجيا اللي صاير و أنت الدفاع مدني اليوم كيف تستقبلون مثلا الاتصالات كيف تستخدمون كيف سرعة الوصول لمنطقة الحادث لو تكلمنا بشكل سريع البلاغات نحن نستلمها من غرفة العمليات نعم على تسعة تسعة سبعة نعم ينا البلاغ في غرفة العمليات و غرفة العمليات حرك المركز اللي هو مختص في مكان الحادث نعم و عند البلاغ تأخذ غرفة العمليات جميع التفاصيل عن موقع الحادث حتى يستنى لنا نحن أن نقدر نوصل في زمن قياسي نعم نعم ما شاء الله يعني الحقيقة نشوف مع التطور الكبير يعني أن حتى سرعة الوصول ما شاء الله أصبحت خلال دقائق الحمد لله اللهم لك ما شاء الله تبارك الرحمن قبل أيام كان في حريق يعني هو بسيط في أحد مدارس الشارقة يعني ما شاء الله خلال دقائق كانوا موجودين رجال الدفاع المدني في المدرسة أنزين اليوم أكيد أنتوا عندكم كثير من التدريبات تخضعون لها قبل النزول طبعا لهذه المهمات الصعبة خبرنا يعني نتعرف أكثر على حياة رجل الدفاع المدني كيف تبتدي التدريبات وياك شو التدريبات التي تخضعون لها نحن في البداية رجل الدفاع المدني أول ما يخلص دورة العسكرية دورة العسكرية يتم لحاقها في دورة للأطفاء التأسيسي نعم وهذه الدورة مدتها شهرين نعم بعد ما يخلص هذه الدورة يتم لحاقها في أحد مراكز للدفاع المدني نعم ويكون تحت إشراف الأطفائيين القدامة نعم كهو رجل الطفاعي جديد نعم فيكون تحت إشراف الأطفائيين القدامة نعم وحتى مباشرة في الحوادث يكون تحت إشرافهم نعم نعم يشتغلوا يانا بس تحت إشرافهم نعم مثل ما نشوفه حين مثلا عندنا على الشاشة هذا تدريب هذا تدريب نعم يعني نشوف كثير من التدريبات فعلا هاي تدريبات يومية عندنا في المراكز اللي يتدربون عندنا الأطفائيين هل التمرين تخصدون فيه بس مجرد أنهم كيف يتعامل مع الأدوات مثلا خرطوم المياه يعني ولا أنه مثلا فيه مواصفات معينة يعني قوة تحمل مثلا شو الأشياء ومواصفات رجل الأطفاء إذا بتكلمنا المواصفات رجل الأطفاء أول شي لازم يكون عندها قوة تحمل لأن اللبس عنده وعنده كيف يسيطر على نفسه في الجهاز التنفس لازم يكون نخوز عنها لناحية الرهبة هذه من خاصة رهبة والخوف ما علي خوف هو لوح الأطفائي ما علي خوف هي بيقدر يسيطر بيقدر يتحمل نعم جميل فنحن ندرب هذه التدريبات اليومية حتى أنه يتعدى هذه المرحلة وقبل إن شاء الله أنه ماضي ما شاء الله عليكم طيب اليوم هذه المهنة يمكن من المهنة اللي فيها خطورة لأنكم اليوم تتعرضون مثل ما ذكرت ممكن مثل حريق ممكن كوارد طبيعية ممكن إنقاذ أشخاص من أماكن مثلا خطرة أو غيرها فبالتأكيد ممكن رجل دفاع المدني تعرض لبعض الإصابات في حال تعرض لإصابة معينة كيف يكون التصرف في وقته وفيما بعد كيف يكون طريقة علاجها وكيف تأمين على علاجها أول شيء الأخطار نحن تواجهنا في الحوادث الأخطار كثيرة لتواجه الإطفائيين منها الوصول منها الفمتجارات منها اللهب منها الحرارة منها السقوط فيكون ندارك هذا الموضوع نحن عندنا الإطفائيين مدربين على الإسعافات الأولية ففي البداية وتكون عندنا بعد إسعاف الوطني موجود عندنا في الحوادث نعم متواجد عندنا نعم فيكون نقله من هذا على الإسعاف الوطني عندنا خدمات الطبية تابعة لوزارة الداخلية نعم ويخدمون للعلاج أو في مستشفيات الحكومية نعم طب يعني إذا تكلمنا عن حياة يعني الرجل الإطفائي حياة الشخصية يعني أنتم ما شاء الله عليكم نحن نعرف من إجازات يعني من صعوبة تحصون الإجازات لأننا ما تعرف من العطلات يعني سبحان الله يعني إذا مثلا يمكن تطلع عندك مسوي بلان أنك بتطلع إجازة لكن سبحان الله طوارئ مثلا متواجدين تأثير يعني حياة الإطفائي على أسرته يعني كيف تتعاملون كيف تنسقون يعني ما شاء الله عليكم لا الحمد لله هذي طعمك خدمة أول شيء نعم وقبل الأسرة خدمة دولة نعم نحن طعمك تحت خدمة دولة في أي وقت تطلبنا الدولة نحن تحرك لها نعم فالتنسيق يكون طبيعي عادي ما فيه نعم هذا في العائلة يعني الحمد لله متفهمين الأسرة متفهمين متفهمين الأسرة نعم نعم صحيح أنا بس أنا راودني تي سؤال الحين يعني الرجال الإطفاء هل هناك يعني هم يعني رتب معينة هم هم هذا ولا حتى الضباط ممكن حتى الضباط يكونون مشرفين مشرفين نعم الضباط يكونون مشرفين في عندنا هم من تحت الضباط هم يكونون فيه فرقة للإنقاذ وفرقة في الإطفاء وفيه فرقة بعد للأخلاق فههم وكون الضباط مشرفين مسؤول عن الإنقاذ ومسؤول عن الإطفاء ومسؤول عن الخلاق يعني يتوزعون نعم طيب اليوم لو نتحدث مثلا عن بعض الحوادث اللي تصير مثل الحرائق يختلف مثلا اليوم عندك ممكن حريق فيه مكان صغير ممكن حريق مثلا فيه مصنع معين ممكن فيه مخزن أو شيء كيف يكون طريقة التعامل يعني من رجال الدفاع المدني في حالة حدوث الحالات الكبيرة نقول أو الحوادث الكبيرة يكون التعامل عندنا هنا عندنا في الشارجة كان حادث صغير ولا كبير يكون التعامل واحد عندنا هنا في الشارجة نحرك مركزين أو ثلاث مراكز يعني في بلاغ الواحد نحرك أكثر من مركز حتى يكون عندنا سرعة الاستجابة وسرعة السيطرة على هذا فأحمد الله من الحين الفترة إلى خيره سرعة الاستجابة عندنا كانت طيبة أحمد الله أحمد الله السيطرة نعم سليح طيب يعني أنتم شو تسووا في حالات مثلا الحرائق في الطوابق المرتفعة خمسين دور ستين مثلا دور السبعين هل هناك سلالة موجودة يعني توصل ولا طيارة هليكوبتر ولا في الأبراج نعم عندنا يعني السلالة عندنا توصل لين خمسة عشر أو لين العشرين نعم فهذا نستخدم المضخات لنفس البرج نفسه نعم فنوصل المضخات لهذا أو خزان البرج نفسه يكون شغال هذا سيستم الإطباع شغال عنده نعم نستخدمه نعم معنات أن الأبراج والأماكن المباني المرتفعة هذا فيها هذه الخدمات الموجودة التي تساعد نعم الأبراج هذا وكل الأبراج الصغيرة حتى في العماير الصغيرة صحيح وسائل السلامة موجودة في كافة المساكن طيب اليوم اللي حاب أنه مثلا يلتحق بالدفاع المدني حاب أنه يكون مثلا في هذا العمل اللي الحقيقة إنساني وخيري ويخدم المجتمع والوطن والأشخاص والمنشآت شو الشروط اللي لازم منها تتوافر فيه خصوصا إذا كان شخص مثلا ممكن حتى عنده نوع من الخوف أو الرهبة لكن حاب أنه يلتحق بهذا العمل حاب أنه يخدم الوطن بهذه الطريقة هذه شروط الهدفاع المدني يخضع فحص طبي من الخدمات الطبية من بعدها يلتحق في دورة عسكرية بعد دورة عسكرية يدخل عندنا نحن في دورة المدني كم فترة الدورة هذه؟ دورة عسكرية على ما أعتقد أربعة شهور أو ستة شهور جميل من بعدها يلتحق عندنا الدورة تأسيسية نعم في البداية فيها خوف بعدين يروح مع التدريب ممكن فلن نعم طبعا ما يساني نشكركم على جهودكم صراحة لقائمين فيها وعلى هذه المعلومات القيمة صراحة مشاهدين الكرام نقدم كل شكر والتقديد للملازم أول ناية عراشة الأغفلي من الإدارة العامة للدفاع المدني على هذه المعلومات شكرا لك شكرا